لا يخفى تراجع الملف السوري وتحول الأنظار عنه إلى وجهات مختلفة تبدو أكثر أهمية وتأثيراً بدأت ملامحها مع الغزو الروسي لأوكرانيا لتصل ذروتها مع شن الاحتلال الإسرائيلي حربه الهوجاء على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر ما يزال الاتحاد الأوروبي صلباً نوعاً ما مع انطلاق مؤتمر بروكسل الثامن للحوار لدعم مستقبل سوريا في طرحه لخطورة الوضع الإنساني في سوريا وضرورة إيجاد حل سلمي مستدام بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 لكن ماذا عن أفاق عودة اللاجئين في دول الجوار السورية في ظل عدم تحقيق أي خطوة تجاه الاستقرار السياسي والأمني وماذا عن تراجع التمويل المخصص لهم وماذا عن الترحيل القسري الذي تنتهجه لبنان ودول الجوار وأيضاً التحول الكبير في المواقف الخليجية وتوقف دعمها مقابل موجة التطبيع كل هذه الملفات الشائكة قد تكون حاضرة في اجتماع بروكسل يوم الاثنين المقبل لجعل سوريا على جدول الأعمال العالمي كما صرح دبلوماسيون تصريحات تبدو مقلقة جداً أمام تصريحات خطيرة لديبلوماسيين آخرين أكثرها صراحة كانت في تصريح لديبلوماسياً فرنسياً لوكالة رويترز قال إنه عندما يحل يوم الثلاثاء سيتم كنس المسألة السورية تحت السجادة وتذهب طي النسيان وسيجد اللبنانيون أنفسهم وحدهم في التعامل مع الأزمة تصريحات تشير بشكل واضح إلى الانقسامات الأوروبية توجه إعلان دول النمسا والشيك والدنمارك واليونان ومالطا وبولندا وإيطاليا وقبرص في بيان مشترك بعد محادثات قبرص ودعواتها إلى إجراء شكل من أشكال الحوار مع الأسد ومناقشة السبل الممكنة لتعزيز العودة الطوعية بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت رعايتها تذبذب يحاول إخفاء رغبة وربما يكشف عن محادثات سرية واستخبارية تسعى لإنهاء الملف السوري والتجاوب مع شروط النظام للموافقة على عودة السوريين إلى بلادهم لعل ملامحه ستظهر في حجم دعم المانحين بين المأمول والمنتظر